قائد الحرس الثوري الإيراني يقول نحن على شفى مواجهة مباشرة مع العدو كيف استقبلت بغداد ذلك؟ نعم في البداية تحية لك وإلى ضيفيك الكريمين العزيزين وكل المشاهدين الكرام أنا أعتقد طبيعة التصريحات الإيرانية بالأساس تقوم على أساس المد والجزر بفعل أن الأجنحة الموجودة في الإيران هي أجنحة متعددة سواء كان المرشد الحرس الثوري وبقية الجهات علينا أن نتذكر أن إيران دائما في هذا الإطار تحاول بصورة أخرى تارة تلمح بالحرب وتارة تذهب باتجاه تخفيف حدة التوتر وما يرقي بظلاله على طبيعة المشهد السياسي كله ضمن هذا الإطار أقول يوم وأمس كان هناك تصريح يختلف تماما عن تصريح قائد الحرس الثوري وتصريح المرشد الأعلى حينما قال أننا ذاهبون للصمود ولا ندخل للحرب يبدو أن استراتيجية لا حرب ولا مفاوضات تحاول أن تستخدمها إيران يقابل هذه استراتيجية أيضا تصريحات بومبيو القائل في لقائه مع بوتين يوم وأمس نحن غير ذاهبين للحرب ولكن كل طرف يحاول أن يضع أصبعه على الزناد حتى يستطيع أن يكون هناك كرة فعل يساوي فعل الطرف الآخر ولكن المشكلة الأكبر التي تواجه العراق في هذا الإطار هو المخاوف أن يتحول العراق إلى ساحة للمواجهة بين هذه الأطراف في وقت يسعى العراق أن ينأى بنفسي عن أي شكل من أشكال المواجهة لأن هذا سيؤدي في المحصلة النهائية أن يكون العراق هو الدافع الأول لهذا الثمن وكلنا يعلم أن إيران والولايات المتحدة مثل ما هناك فرضيات المواجهة هناك فرضيات للتفاوض والتوار أيضا حاضرة بينهم